البغبغاء السنغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع نتكلم اليوم عن كل ما يخص بغبغاء السنغالي من حيث التفريخ من حيث القدرة على الكلام من حيث التفريقة بين الذكر والأنثى من حيث عمري من حيث كل شيء سوف نتكلم في هذا الفيديو عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا البغبغاء وقبل البدء في هذا الفيديو لا تنسى أخي الكريم دعم القناة بالإعجاب والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى أولا بغبغاء السنغالي سمي بذلك بكلمة السنغال لأنه يتواجد في هذه المنطقة في شمال أفريقيا في بلد السنغال أما عن شكل هذا البغبغاء فهو كما تلاحظون الآن يتميز بلون رأسه الرمادي المائلة للسواد والمنقار الداكن وطبعا يتنوع لون جسمه من الخضاري إلى الأصفر أو البرتقالي طبعا كلما كان اللون أكثر يعني إصفرارا أو برتقالي فيكون ثمنه مرتفع أما عن سعر هذا البغبغاء فهو سعره يعني ليس مرتفعا بما يعدل سعر بغبغاء الضر الهندي يعني الجوز مثلا يتراوح من أربعة آلاف يعني إلى أربعة آلاف ونصف يعني هو بغبغاء يعني ليس مرتفع السمن أيضا أما عن معرفة عمري هذا البغبغاء إزاي بنستطيع إن إحنا نعرف عمري هذا البغبغاء لازم تتبع معاه الفيديو لآخر لحظة لإن إحنا بنتكلم في تفاصيل دقيقة جدا إزاي نعرف عمري هذا البغبغاء طبعا نستطيع معرفة عمري هذا البغبغاء من خلال النظر إلى عينه طبعا البغبغاء بيبدأ أولا العين تبدأ بالرماد ثم بعد ذلك يعني لما ننظر إلى عين البغبغاء السنغالي سنجد العين رمادية أو مائلة إلى السواد فنعرف أن هذا ما زال في مرحلة الشباب أو لم ينضج بعد يعني لسه صغير وعندما يبلغ وينضج البغبغاء يتحول لون عينه إلى اللون البرتقالي أو اللون المائل إلى الصفرة يعني لما ننظر إلى عينه نلاحظ أن عينه فيها طبعا إيه زي ما احنا شايفين كنا الحدقة وشايفين أن عينه ما إلى إلى الإصفرار لما نشوف العين ما إلى إلى الإصفرار أو البرتقالي نعرف أن هذا البغبغاء قد نضج وقد بلغ ويبلغ هذا البغبغاء متى يبلغ هذا البغبغاء؟ يبلغ هذا البغبغاء عند عمر ثلاثة سنوات ثلاث سنوات طبعا الذكر يبلغ عند عمر ثلاث سنوات لكن الأنثى تبلغ قبل الذكر فقط مثلا تبلغ الأنثى عند عمر سنتين يعني الأنثى دائما في جميع الطيور تبلغ قبل الذكر والأفضل أن ننتظر حتى تكون الأنثى عندها ثلاث سنوات طبعا لما تكون عندها ثلاث سنوات بيكون الإنتاج أفضل بكتير فالأفضل أن الذكر لا يقل عن ثلاث سنوات أو على الأقل حتى سنتين وتمان شهور يعني الأفضل أنه يكون أكبر من الأنثى يعني إحنا بنتكلم الآن أن هذا البغبغاء يعني متشابه جدا مع بغبغاء الضرة الهندي لأن الدورة الهندي أيضا بتبلغ عند عمر ثلاث سنوات والأنثى أيضا عند الدورة الهندي أيضا تبلغ عند سنتين طيب أما عن تحديد جنس هذا البغبغاء التحديد الجنس طبعا إحنا عندنا يعني هذا البغبغاء يعني يعده من الصعوبة بمكان يعني فهو بغبغاء صعب جدا يعني لا تجد أي علامة تستطيع أن تفرق بها بين الذكر وبين الأنثى يعني ما فيش أي حاجة تقريبا إلا التحليل تحليل الحمض النووي أو تحليل الـ DNA وده طبعا يعني إيه بيدي لك نتيجة بنسبة كبيرة جدا ده أفضل أفضل شيء لتحديد جنس هذا البغبغاء لأن أنا أجد أن هذا البغبغاء يعني صعب جدا التمييز بين الذكر والأنثى لكن ما فيش أي طريقة تانية والله الخبراء في هذا المجال وفي تربية هذا البغبغاء بيقولوا أن ممكن أن إحنا لو أن إحنا نظرنا إلى أسفل الذيل سنجد أن الذكر أسفل الذيل بيكون طبعا اللي هو الشكل سبعة زي ما احنا شايفين كده في الصورة بنشوف لون الذكر بيكون لونه أصفر لون الذيل من تحت لون الديل من تحت بيكون كده على شكل سبعة وبيكون فيها صفار فده بيدي لك إيحاء أنه هو الذكر أما الأنثى فبيكون لون الديل من تحت بيكون على يعني إيه شكل أخضر زي ما احنا كده شايفين في الصورة طيب هل المسألة ديت يعني قطعية بنسبة مية في المية طبعا مسألة ديت عملية يعني إيه عملية تقديرية يعني بتعطيك نتيجة بسيطة لكن طبعا الوسوسة والشك سيظلوا ملازمون لك يعني الأفضل أن أنت تقطع هذا الشك وتقطع الوسوس بأن أنت تعمل تحليل دي إيه لأن هذه النتيجة طبعا مش مضمونا طبعا الأنواع كلها طبعا بتختلط مع بعضها ودي مسألة يعني إيه ما نقدرش أن نقول أن هي قطعية دي مسألة يعني إيه اجتهاد أو يعني يعني بنحاول أن نحنا يعني نوجد أي شيء يميز لنا الذكر من الأنثى لكن أنا شايف أن الأفضل شيء هو التحليل تحليل دي إن إيه طيب بالنسبة طبعا بقى للأنثى الأنثى بتضع بتضع البيض وطبعا بترقد الأنثى على البيض من 24 يوم إلى 28 يوم من 24 يوم إلى 28 يوم طبعا الأنثى بتضع من 2 إلى 4 بيضات من 2 إلى 4 بيضات وطبعا بالنسبة للموسم تزاوج بغبغاء السنغال طبعا يا جماعة بغبغاء السنغال الموسم تزاوجه بيبدأ من شهر سبتمبر الى شهر نوفمبر يبقى ده الموسم التزاوج يعني غالبا البغبغاء ده هوت بيتزاوج في شهر من شهر سبتمبر الى شهر نوفمبر قد يخرج عن هذه الاشهر مش مشكلة خالص قد يخرج عن هذه الاشهر ممكن يبدأ من اكتوبر ممكن يظل الحد مايوم يعني المسألة مش مسألة قطعية لكن احنا بنقول الغالب ان موسم تزاوج البغبغاء بيبدأ من شهر سبتمبر الى شهر نوفمبر الاقفاص بتاعته ايضا مثل اقفاص الضرة الهندي يعني اقفاص عادية خالص مثل اقفاص الضرة الهندي طبعا بالنسبة للفطام بيطم الفطام من سبعة الى تسع اسابيع من سبعة الى تسع اسابيع طيب هل هذا البغبغاء عنده القدرة على الكلام طبعا هذا البغبغاء طبعا بيتميز بقدرته على نطق بعض الكلمات طبعا مش هيكون زي بغبغاء مثلا الكاسكو او لا طبعا انما هو يستطيع التقليد نعم يستطيع التقليد ويستطيع نطق بعض الكلمات البسيطة زي كلمة بابا زي كلمة كوكو اللي هي الكلمات المقاطع البسيطة طبعا البغبغاء ده بيتمايز بالزكاء عالي جدا لدرجة انه هو قد يعدل بغبغاء الزنجباري او بغبغاء الكاسكو فهو بغبغاء ذاكي جدا ويستطيع تستطيع ان تقوم بتدريب هذا البغبغاء وتعليمه حركات كثيرة جدا وحية الكثيرة جدا لا هو بغبغاء يعني ايه كويس جدا وكمان بغبغاء بيتعلق بصحبه وكمان البغبغاء ده بيتعلق بالمكان اللي هو بيكون فيه وبيتعلق بالقفص حتى ان كثير من الناس اللي ربط هذا البغبغاء بيقولوا ان حتى لو البغبغاء ده اتطار من القفص فانه هو بيرجع تاني مرة اخرى لانه هو بيكون متعلق بالمكان اما عن عمر هذا البغبغاء فالعمر الافتراضي يعني العمر الافتراضي لهذا البغبغاء يعني هذا البغبغاء عمره طويل يتراوح من 24 سنة الى 30 سنة يعني ده العمر الافتراضي قد يقل لهذا العمر وقد يزيد طبعا للاهتمام بهذا البغبغاء أما عن تفريخ هذا البغبغاء طبعا هذا البغبغاء كويس جدا في مسألة التفريخ يعني تفريخ هذا البغبغاء يعني ممتاز جدا لكن طبعا البغبغاء ده زي ما أنا قلت أنه هو متعلق بالمكان يعني لو حضرتك أنت جبت هذا البغبغاء وحطيته في مكان جديد طبعا ممكن ياخد فترة طويلة جدا لحين أنه هو يتأقلم مع هذا المكان طبعا أنت لسه شاري البغبغاء ده لسه شاري بغبغاء السنغال وطبعا لما تجي تشتري بغبغاء السنغال لازم تشتري هذا البغبغاء من مصدر موسوك ولازم يكون معاك التحليل تحليل الدي ايه لان مش هينفع ان انت تجيب هذا البغبغاء يعني طبعا البائع بيبيع وخلاص ما هو يقول لك ايه دوة زكر وانسة وممكن يكونوا ذكرين وحضرتك طبعا تفضل بقى مثلا سنة سنتين ثلاثة وما فيش فايدة لان هو انت الوقتي اخطأ لان لازم عشان تشتري هذا البغبغاء لابد ان يكون معاك التحليل لان زي ما احنا قلنا ان هذا البغبغاء صعب جدا ولازم يكون هذا البغبغاء طبعا لابس ديبلة في رجليه لان طبعا البغبغاء السنغالي عمتا هو متواجد يعني بس قليل يعني قليل في ايه في مصر وقليل في البلاد فممكن غالبا الناس اللي بتجيبه او الصيادين اللي بتجيبه بيكون هذا البغبغاء بيكون صيد او بيكون مستورد فاحنا عايزين البغبغاء دوت عشان ينتج وعشان يفرخ لابد انه هو يكون تفريخ مصري او تفريخ تبع البلد اللي انت موجود فيها العراق او ليبيا او ايا ان كانت البلد يعني يكون موجود في الاسر ويكون نتج من الاسر مش من الصيد لانه طبعا لو نتج من الصيد يبقى مش هتعرف لا تدربه ولا هيفرخ عندك خالص لازم يكون البغبغاء لابس دبلا في رجله لان الدبلا دي بتأكد لك ان هذا البغبغاء تفريخ الدبلا دي لازم تكون دبلا مغلقة لان في بعض الناس طبعا الغشاشين بيجيبوا دبلا وخلاص ويقوم حططها لك اي دبلا مفتوحة ويقوم حططها لك وخلاص عشان يثبت لك ان هذا البغبغاء يعني تفريخ طبعا لازم تكون الدبلا دبلا مغلقة تأكد من الكلام اللي موجود على الدبلا وتأكد من التحليل تحليل ان هو يكون تبع لهذا البغبغاء لانه بيكون التحليل مكتوب ايضا على الدبلا يشوف الرقم بتاع رقم التحليل مكتوب على الدبلة ولا لأ. عشان تتأكد تماما اه ان هذا البغبغاء بغبغاء تفريق. ده على النقطة دي انا بتكلم فيها كتير لانها نقطة مهمة جدا. نقطة مهمة ان انت تتأكد ان انت تجيب البغبغاء ده هو اه من مصدر موسوق ان انت تكون يعني معاك التحليل. بكده نكون خلصنا فيديو النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.